ليه مصطفى أمين كتب مذكرة عدم الخرش مصطفى أمين عدو من أعداء ثورة 23 يوليو وبالتالي لقى يعني صيد ثمين يعني إن واحدة بتحكي الحوادية القذرة جدا عن استخدام النساء في المخابرات خليني أقول الكلام بس يبقى جارح قوي من مذكرات صلاح نصر صلاح نصر اعترف بأنه هو هذا الاسلوب بيستخدم في كل مخابرات العالم لكن هو بيدافع عن نفسه بيقول هتولي بيت واحدة شريفة خبطت عليها في مصر يعني هو أيضا شارك في تشويه الثور استفق أمين إحنا ما خدناش لا أنا أتكلم عن صلاح نصر طبعا شارك ما هو عدو من أعداء ثورة 23 يولو ما تشعبش شارك فيه كل من هو عدو كتب كده لثورة أيو هي الفكرة أصلها كبيرة برضو وأنا عايز وقت كتير لكن في الملخص كل من هو عدو للثورة أيو بي وكل كاتب نجح في الوصول إلى أحد أعداء الثورة كتب له مذكرات وعبس فيها وعبس وكذب فيها أيو وأنا قلت لحضرتك قبل الهواء أن أنا عملت حوارات كتيرة مع اللواء نجيب أيو وقال لي اللواء نجيب مش كل اللي مكتوب في كلماتي للتاريخ صح طب لا كنت رئيسا ولا كنت رئيسا هو اللي كتبها أستاذ حمروش ماشي هو قال لي كمان نجيب أنه استعان بحمروش وهو يعلم أنه الشيوعي لكن هو هيكتب اللي هو هيقوله عليه فحمروش كتب ورغم أن حمروش له مصدقية في الموسوعة بتاعته لكن كتب برضو وعلى هدي كنت رئيس كلماتي للتاريخ لكن نجيب نفسه لما أوجهه وأقوله هو عبد الناصر بعد حد قاتل ابنك في ألمانيا علي يقول لي لأ أقوله طب ماذا مكتوب في المذكرات بالزبط لما أقوله أنت اتحلفت مع الإخوان وضده قال لي أيوة هم يحكوا علي وأخدوني ودخلوني معهم وطلعوا في المظاهرات 25 مارس طب ليه ما سندوق شي تاني في مارس في فبراير وقفوا جنبك ليه في مارس قال لي لا عبد الناصر نجح في أنه يخده متعطباته كده بالحرف بتاعه كده براحت الإخوان سألتهم أنت ليه ما أقفتوش معايا تاني في 25 مارس قال له عرفنا أنه راجل كبير وعبد الناصر الكل في الكل فراهلنا على عبد الناصر بس عبد الناصر خزلنا بعد كده ده نوع من أنواع الصراع السياسي لما نحنوه علميا لكن أنا في المذكرات دلوقتي أعتمد إزاي على مذكرات فيها كل هذا الكذب أعتمد إزاي على واحد بيقول لا أنا ما كتبتش كده لا أنا ما قلتش ما قلتش كده يكتب كده ده كلام فارغ يعني وبالتالي ترجمة نانسي قنقر